السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي الله وصحاب الغرد الميامين. ازايكم يا سنة تلتة عددية عمين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض المراجعة النهائية. لو انت ما فتحتش المادة فركز معي في الفيديو بتاع النهاردة والفيديو بتاع بكرة واليومين الجايين بتوع اليمتحان. عشان هلملك المادة في كم فيديو او اربع فيديوهات ان شاء الله. تمام? ركز معي كويس جدا جدا جدا. وابدأ زاكر من الفيديوهات دي. طيب اول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة هي الجرومر. الجرومر اه كتير شوية الفيديو هيبقى طويل بس انا هل الملة الملة هتقول له يعني مش يعني مش هكتر على نص ساعة هحاول ان الفيديو ما اتولش على نص ساعة يعني. تمام? تعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة هنبدأ بيها يا سنة ثالثة وهي خلاص يعني ايه مس يعني المبني للمجهول. عارفة ناس كتير اول ما قول مبني المجهول بتقول له يا سطار يا رب. لانه هم فعلا في ناس كتير بتلغبط منه وتحس ان هو صعب. بس انا هحللك المشكلة دي النهاردة. النهاردة هيكون في زمنين. زمن تمام? وزمن. ركز معي. في الاول هنشرح المعلوم وبعدين هنحول الجمل دي للمجهول. اول حاجة المضارع البسيط يتكون من ايه? يا مسي ده انا عندي اه مفرد وعندي جامعة. الجاغة اللي هم اي وي وي وزي بياخدوا معهم الفعل في ايه في المصدر. تمام? المفرد اللي هما هي وشي وقت بنجيب الفعل لو نحط له اس او اي اس او اي اس. تمام? طيب هنا امفي بايه? هنا بانفي بضزنت زائد المصدر. وهنا امفي بضونت برضو اللي الاتنين يجوارهم اللي هو الفعل في الايه في المصدر. تمام? طيب لو سألت بالياس او اه اللي هو او او الاتنين دول بجاوب عليهم بياس او اهو عشان لو جات لفيلم محادسة. طيب يا مسي لو عملنا سؤال عادي ما فيش مشكلة هتجيب اداة الاستفهام اللي هو اه اي حاجة. وبعدها الفعل المساعد اللي هو دو او ضز. وبعدها الفاعل اللي يليق عليهم. خلاص بعدهم مصدر الانفناتفو. تكمل بقى ايه? الجملة بتاعتك. تمام كده? يبقى المضارع باختصار. مع هي وشي وقت اي اس مفرد بنحط اي اس او اي اس او اي اس. في الجامع بنجيب الفعل في المصدر اللي هم اي وي وي وذي وي اسم جامع. بننفي اه بودازنت مع المفرد دونت مع الجامع ولازم بعد دونت ودازنت بنجيب الفعل في الايه في المصدر. تمام? ولو ساعد بوداز بنجيب بي اس او جنو. والسؤال اهو. طيب نفس الكلام هنقوله هنا بس هنعكسه في الماضي. هنا احنا عقولنا بنضيف الفعل اس او اي اس او اي اس قالك هنا في الماضي ما بيتشرتش بقى مفرد او جامع لا. فبنجيب الفعل خلاص ونجيب الفعل بس انا عندي نوعين من الافعال. الفعل المنتظم الفير بقى هو حرف الفي زائد د او اي د او اي اي د. تمام? طيب الفعل بقى الغير منتظم بيتحفظ. لان ملهوش قعدة. تمام? ودي لازم لازم تحفظها معنا لان هي مهمة جدا. امتى بقى حط الدي? لما الفعل يكون منتهي بالاي? والاي دي مع اغلب الافعال ولما يكون وي قبلها حرف متحرج بنسيب الواي ونحط اي اي دي. طيب الاي اي دي بندفها لما الفعل ينتهي بواي قبلها حرف ساكن. تحزف الواي وتحط اي اي دي. تمام? اما الافعال غير منتظمة مثال جو مثلا ما عندك بتتحول تكون تمام? تمام? ده التصريف التاني. حلو كده يمستبقى احنا عارفنا الماضي من المضارع. نكمل بقى. النفي هنا بننفي باي? بننفي خلاص? وبرده لازم يجورها الفعل في في المصدر. طيب لو ساعد بنجاوب خلاص? زي ده بالزبط. وبرده مع السؤال برضه هتجيب فعل في الايه? في المصدر. طب انا عايز اعمل سؤال بالدابلو اتش. هتجيب بداية الاستفاهام. بعديها الدد. بعديها الفاعل. اي حاجة بقى فعل مفرد جامعة مفيش مشكلة. وبعد كده برضو مصدر. فاكرين انتم في الشرح بتاع الماضي والمضارع قلت لكم من غني غنية اليوم هما الاتنين بنقول سؤال ونفي الفعل في المصدر. سؤال ونفي الفعل في المصدر. يعني لو لقيت سؤال هنا في دو او دز او دد او النافي اللي هي دونت ودزنت وديدينت اللي الستة دول بيجورها ومفرد في المصدر. خلاص? طيب انا كده اه شرحت الماضي والمضارع. بس عايزين نعرف يا مس الكلمات الدلة عليه. هنعرفها ازاي? طيب احنا عندنا هنا الكلمات الدلة على الزمن ده. اكتبها لك بلون تاني. عندنا في الماضي بنغنيها وانت اكتب طبعا عارف الكلمات دي اهي بس اجو لازم نكون قبلها مدة زمنية محددة. بعد كده او سنة ماضية. خلاص? يعني في عشرين عشرين. خلاص ده بقى ماضي. ان جبت في مصر القديمة. برضو اه هنا في الكلام بيكون متاعك في الماضي. تمام? يبقى دي الكلمات الدلة على الماضي. كلمة اوها نصب النطايم في يوم من الايام برضو دي ماضي. اما المضارع بقى الكلمات الدلة عليه لما لاقي ظروف التكرار. اللي هي ظروف التكرار. تمام? اه افن. كل الحاجات دي من ظروف التكرار ولما تلاقي كلمة افري. ايه افري يا مس? اللي هي كل اي حاجة فيها افري لازم تبقى مضارع بسيط. تمام كده سنة تلتة? يبقى انا دلوقت عرفت زمن الماضي بيتكون من ايه? وزمن المضارع بيتكون من ايه? وعرفت الكلمات الدلة والنفي والاستفهام وكل ده. طيب احنا لحد دوقتي ما تكلمناش في المبني المجهول. هتعمل ايه في المبني المجهول? لازم تعرف الخطوات اللي هتمش عليها الاول وبعدين تحل. اول حاجة في المبني للمجهول اول حاجة نعرف الزمن. نعرف الايه? الزمن. تاني حاجة. آآ نبدأ بالمفعول. وهقول لك المفعول دلوقتي بينجيبه ازاي? تالت حاجة. آآ اللي هو خلاص? رابع حاجة. اللي هو زائد الفاعل. عايز تعملها الخطوة دي تعملها وتعملاش خلاص. بدي المستبع عادة يعني. طيب احنا يمس عايزين نعرف. يبقى انا دوقتي عرفت الزمن ان كان ماضي ولا مضارع. عرفت ان هو ماضي او مضارع. هتعمل ايه? لو عنده المضارع فانت هتشتغل على زائد خلاص? طيب عرفت ان هو ماضي من الكلمات الدل عشان كده بقول لك ركز في الكلمات الدل دي. هي اللي هتخليك تختار ام او از او 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 طيب عرفت ان هو ماضي يبقى هتشتغل على او او وار. وبرضو كل ده تجيب وراه اللي هو تصويف التالت. تمام? انت عارف طبعا دول بيجوا مع مين? عندك الام بتجي مع الاي الاز مع المفرد او مع الجامع واز مع المفرد وار مع الجامع. طيب يبقى احنا عارفنا الزمن. عايزين تاني حاجة نبدأ بالمفعول. المفعول ده هنعرفه ازاي يا ميس? بيبقى بعد الفعل. تعال هناخد مثال ونطبق. لما اقول مسلا ايه? هقول مسلا علي. بلانتس. ماني. فلاورز. ان دا جوردن مسلا. خلاص? اهو. وهاخد هتاني الجمله دي في الماضي. وهقول علي اهي. خلاص? عايزة احاول الجمله دي في المبني المجهول. اول حاجة لازم اعرف زمن الجملة. هنا علي بيزرع نبدات كتير. هنا في يبقى دا مضارع. يبقى انا كده عارفت ان انا هشتغل على او 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 تمام. بعد كده تبدأ بالمفعول. فين المفعول هنا لبعد الفعل. ادي الفعل اهو. اللي بعدها ماني? لأ طبعا. ماني ولطف وانف وقالت الكلام ده كله. آآ لا طبعا مش المفعول. هتكون المفعول ايه? ماني فلاورز. يبقى ابدأ بايه? ماني فلاورز. خلاص? طيب. انا نسيت الخطوة التالتة اللي هو هنا كده دي تلاتة اللي هو تمام? دي اربعة ودي خمسة. عشان ما نبقاش نسين حاجة. بدأت بالمفعول. يبقى تاني حاجة اشوف هنا طبعا عرفت ان هو مضارع يبقى اشتغل على موز وار. هنا مفرد ولا جمع? جمعي بقى نختار الار. بعد كده هاتلي تصريف التالت من ده فعل الافعال الاخرها ايه دي? التصريف التالي والتالت منها برضو ايه دي? يبقى عايز تكمل باي عالي مفيش مش عايز خلاص هي الجملة كده بات مفهومة. يعني كثير من الورود زور او تزرع بواسطة عالي. تمام? طيب هل هتختلف في الماضي? اه هتختلف. برضو هنبدأ بالايه بالمفعول? عندك هنا ميني فلاورز ورود كتير. هنا فيها ايدي. تبقى ماضي. يبقى هنشتغل على وزو وار. ميني فلاورز جمعي. فهتكون وار. قلنا التصريف التالت منها ونكمل باي عالي. خلاص? خلصت الجملة بتاعتك كده. يبقى انت عشان تحل المبني للمجهول لازم تعرف الزمن والزمن احنا شرحناه وانا هنعرف من الكلمات الدلة او تصريف الافعال يعني. طيب المفعول بيجي بعد الفعل. بيبقى لزق في الفعل على طول. بعد كده بتجيب وبعدين تصريف التالت وبعدين والفاعل. طيب عندنا كم تركاية كده يمس لازم تخلي بالك منهم. طبعا الكلام ده بتطبقوا على السؤال والاستفهام. اللي هو الاستفهام يعني. والسؤال بدو وضز. تمام? في السؤال بقى بدو وضز ودد. انت هتبدأ تستبدل دو وضز ودد بام وزوار وزوار. تمام? وتشوف الفعل بعديها وبعدين التصريف التالت. طيب. آآ وبرضو اداة الاستفهام اللي هي برضو نفس الكلام. هتجيب اداة الاستفهام بعديها اما وزوار او وزوار. حتى هو لو من دل اداة الاستفهام بعدها الفعل المساعدة اوضز او دد. لا احنا مش عايزين دول. احنا عايزين اما وزوار اووز او واش. تمام? اشوف بقى اللي بعديهم والزمن وهكزا. طيب يا ميس فيها دات استفهام اسمها هو. يعني هو من? بيسأل عن العاقل. طب ما اصلا المبنى المجهول مش بيكون في مفعول. آآ مش بيكون في فاعل قصد. احنا ما نعرفش مين اللي عمل ده. بقى لها تركاية. ليه? لان احنا قلنا هو بتسأل عن العاقل الشخص اللي عمل الحاجة دي. فاحنا مش عارفين اصلا مين اللي عمل ده. في المبنى المجهول هتكون ازاي? ركز معي عش التركاية دي بتيجي للناس المتفوقين. يعني السؤال ده بيكون معروف ان هو الناس الممتزل في الامتحان. هو اصلا بتبقى الجملة بتاعتها الفاعل غايب. طب انا هعملها زي ما بنى المجهول. بتكتب السؤال بتاعك عادي جدا. ادي اداة الاستفهام وتجيب بعدها اما وازا وقرأ وزوار. وبعدين المفعول. وبعد كده في الاخر هتكتب باي. خلاص? لقيت باي يبقى الجملة كده مجهول. طيب ما لقيتش باي تبقى الجملة معلوم. طب عايزين يا مسي ناخد مثال. بص كده لما اقول لك هو مثلا كوكس لانش. مين طبخ الغداء? او مثلا هو بوت زي سفون. مين اشترى التليفون ده? طيب لو عايزين نخليها مبنى المجهول. هتبدأ برضو بقى اداة الاستفهام عادي جدا ما فيش مشكلة. ما عندش مشكلة. هنا دي جملة آآ عادية يعني مبنى المعلوم. لانها ما عندش هنا باي. طب انا هحاولها مجهول دلوقتي ركز معايا. هنقول هو. وبعد كده زمن الجملة هنا يمس آآ مضارع. يبقى هتشتغل على ام هو از او ار والتصريف التالت. اللانش بقى هنا مفرد لا يعدي. يبقى هنقول هو از. لانش. جبت المفعولة هو. وبعدين تاخد التصريف آآ التالت من كوك هتبقى كوكدق. وفي الاخر هتكتب باي. شفت بقى? يبقى هنقول هو از لانش كوكدق باي. المن اللي طبخ الغداء بوسطة من او مين اللي عمل الغداء. تمام? طيب. لو عايزين هنخليها مبنى المجهول في الماضي. فبدل الاز دي هتخليها وز ودي هتكون كوكدق دي فهتقول هو آآ واز لانش كوكد باي. يبقى اول ما تلاقي باي يبقى تحاول على طول مبنى للمجهول. ما فيش باي يبقى دي جملة معلومة عادي جدا فتخلي بالك منها. تمام كده يا شباب? ده المبنى للمجهول. يبقى انا في المبنى للمجهولية مس اشوف الزمن بتاعي. بيتكلم على المضارع ولا الماضي. واشوف بعد كده الكلمات الدلة. لان الكلمات الدلة مهمة وهي اللي هتخليك تعرف تستخدم تمام? فيهمتوا كده تصريفات الافعال ان شاء الله هنزل لكم صورة بكل الافعال اللي عندكم بازن الرحمن انا عملها في ورقة فهنزلها لكم ان شاء الله بكرة عشان الورقة مش معايا النهاردة. فهنزلوا بكرة ان شاء الله على المنتدى. تمام? او في كده. خلاص كده جرامر الوحدة الاولى خلص. عايزك تركز جدا جدا فيه لان هو مهم وفي ناس كتير بتطلغبت. لا انا ما اطلغبتش. انا قريت الجملة. يعني مسلا هيقول لي زا ميوزيوم فيزيت. هو المتحف هنا هيزور. لا يبقى يزور او كان بيزور بواسطة مسلا كزا. تمام? لو ما عنديش في الجملة. لو انت مسلا هتقول لي يا ميس هعرف المبنى المجهول ازاي? هقولك بيكون في خلاص في الجملة. طب ما في مش هتلاقي فاعل. او هتلاقي ايه? هتبص كده تقول ايه? هو المتحف بيزور. المتحف مش بيزور. يبقى ده هنخليه ايه? مبنى المجهول. تمام? مسال تانا هو البيت مسلا متحط بسهور او كده. فطبعا البيت مش هو اللي هيحاوط نفسه. فبنقول مسلا او او اي ان كان يعني او تمام? فانت لما تبص تلاقي ان الفاعل عندك ما يعرفش يعمل الفاعل ده يبقى مبنى المجهول. طب لو عاطيني باي امس خلاص كده انا عرفت ان ده مبنى المجهول فتشتغل على الخطوات اللي انا عاملها لك. تعرف الزمن. تبدأ بالمفعول. بعدين تصريف التالت ولو عندك باي فخلاص كده هي جاهزة. تمام? كده جرامر الوحدة السبعة خلص. نروح بقى مع بعض الجرامر الوحدة التمنى. وفي الوحدة التمنى يا ازاي? عندك قاعدة اف لو بدأنا الجملة او وخلي بالك من دي عشان هتصادفنا كتير دلوقت. فعايزك تركز في اللي انا هقوله. لو الجملة بدأت ب او بيبقى معاها زمنين. خلاص? زمن مضارع. بسيط. والناحية التانية بتكون زائد المصدر. خلاص? طيب. المضارع البسيط نرجعه برضو مع بعض على السريع. المضارع البسيط مع المفرد بنضيف اس او اس او اي اس. وان فيه بالمصدر مع الجامع بياخد آآ المصدر او والمصدر. تمام? طيب. الناحية التانية لازم تكون والمصدر. تمام? طيب. انا ممكن يا ميس اكتب بطريقة تانية اه. هتجي لك كده. تمام? هي هي عشان بشوف ناس كتير بترجمنا. مفيش يا ميس. لا. طيب هي اختصار. تمام? طيب. حبي تانفي هنا. مسلا وان عايز اانفي هنا. هنا بانفي بدون تاو دزنت وراهم الفعل في المصدر. هنا اانفي با وال. نوت او وانت. والاربعة دوليا سنة تالتة. ان كانت دي او دي او دي او دي. لازم يجو راهم فعل في المصدر. تمام? آآ هنا بنقول لو انت عملت كزا كان هيحصل كزا. تمام? زي مثلا لو ذكرت هتينجح. تمام? لو ما ذكرتش هتفشل مسلا. لا قدر الله. تمام? لو ما ساعدني هتمطر قوي انا هاخد ايه? شمسية. فدي نتيجة على دي. طيب يا ميسي. يبقى انا دلوقتي لما قلعي افا وين يبقى انا عندي حد كلاس مدارع عليهم. مدارع بسيط. هو هيديك المدارع البسيط انت تجيب ولول مصدر. يديك ولول مصدر يبقى انت تجيب المدارع البسيط. تمام? هو هيديك آآ جزء من الجملة وانت تدور على الجزء التاني. طب هي افا وين ما ينفعش يجو في نص الجملة? لا عادي. تلاقيها اف كده او وين في نص الجملة. برضي تديك زمن وانت تجيب التاني. دي قاعدة اف في الحالة الاولى. طبعا لو جت عملت سؤال فبنبدأ هنا بول والمصدر و اف او وين في نص الجملة. والجملة اللي بعدها تيجي عادي بقى. فاعل فعل مفعول. غير الجملة هنا هنا نبدأ بول وبعدين الفعل وهكزة. لكن جملة اف فاعل فاعل مفعول وجملة عادية جدا. المهم يعني عشان احنا بنختصر. انت عندك اف وين. لقيتها في الجملة. يبقى انت عندك جملتين لازم تشوفهم. يا اه مدرع بسيط. يا اما وال والمصدر الهو المستقبل البسيط بول. يبقى اما كانتش دي هتبقى دي. 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 خلاص. يبقى ده قاعدة اف الحالة الاولى. خلاص كده. وبيقولك ان هي حاجاتي يعني ايه من المحتمل الحدوث في المستقبل زي ما قلنا لو ذكرتها دي نحا. خلاص دي اه نص الجرامر بتاع الوحدة التمنى. باقي الجرامر بتاع الوحدة التمنى كان بيتكلم على الافعال اللي بيجورها ال اي ان جي والافعال اللي بيجورها تو زائد المصدر. لما تيجي تبصوا في الملخص هتلاقي ان الافعال اللي بيجورها ال اي ان جي كتير جدا. الافعال اللي بيجورها تو المصدر صغيرة. فانت احفظ اللي ايه بيجورها تو المصدر. تمام? كم مثال لما نقول مثلا كلمة agree تمام كلمة agree ييجي وراها to والمصدر تمام agree to كذا مثلا ask choose decide invite plan يخطط يبقى plan to want to hope to help to need to دي الحاجات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحان تمام فدي يجي وراها to والمصدر الحاجات اللي بيجي معاها ال i n g وليلين انت تحفظ اللي بيجي وراها i n g تمام والله انت حفظها يبقى انت كده ممتاز عندك كلمة avoid avoid من الحاجات اللي بتيجي كتير جدا في الامتحان avoid تيجي معاها اللي بعدها بقى اللي بعدها عادي بالا وقال لك avoid this avoided avoiding مش مشكلة ده المهم ان انت تلاقي ال basic بتاعك اللي هو الاساس بتاعك كلمة avoid يبقى اللي بعدها i n g تمام كلمة enjoy و dislike و finish و imagine و keep الكلام ده يعني على سنة ستة وعارفين الكلام ده فانتو كمان ايه تلتة اعداد فنحفظ وندوس على نفسنا شوية suggest من الحاجات اللي يجي وراها ال i n g تمام اما need need to want wanted to help help to واجيب وراها الفعل في المصدر طيب في بقى شوية افعال ما بيزعلوش حد منهم هم ستة افعال بس ايه ستة افعال دول شوف معايا عندك كلمة begin وهي هي start يعني يبدأ خلاص وعندنا hate hate خلاص عكسها بقى ايه love او like تمام ايه كمان عندنا prefer يعني تجي معاهم وايه كمان يا مس اخر حاجة continue الافعال دي ما بتزعلوش حد منها ازاي مس يعني بيجي وراها الاتنين to زائد المصدر او يجورها ال i n g the infinitive يبقى احنا هنا عندنا لوجات اللي مسلا بيجين هنقول بيجين تورن ولا بيجين رانينج الا اتنين صح تمام فدي افعال ما بتزعلوش حد منها start مسلا doing او start to do continue ايه مثلا to learn او continue learning خلاص يبقى الافعال دي يجورها ده او ده من غير تغيير في المعنى لكن عندي ثلاث افعال تانين مصيبة سودة ايه هم دولة بقى عندك forget وعندك remember وعندك stop دول او بيجورهم تو المصدر ويجورهم ال i n g بس في اختلاف في المعنى يبقى ده ما فيش اختلاف ما فيش اختلاف خلاص لكن هنا يمس في اختلاف ليه بقى لان هو هنا سنة تالتة بيقول لما انت تقول forget او forget لو جات بقى مدرع عمودي مش مشكلة لو قالك forget to والمصدر يبقى هو نسي ان هو يعمل حاجة دي وما عملهاش تمام لكن forget where the ing نسي ان هو يعمل حاجة دي هو عملها بس نسي تمام يبقى هنا ال ing هو عملها خلاص بس نسي التو والمصدر لا ما عملهاش remember remember to يبقى بتذكر ان يفعل هو لسه هو افتكر ان هو يعمل حاجة دي يعني ما عملهاش لكن لما نقول remember وال ing افتكر ان هو عمل الحاجة دي تمام يبقى برضو لما يجي وراها to والمصدر ما عملهاش لما يجي وراها ing يبقى هو افتكر ان هو يعملها اما بقى stop stop وهنا ليه هوقفة شوية ليه لان عندي هنا stop بيقول ايه stop لما يجي وراها to والمصدر غير لما يجي وراها ing stop to المصدر يتوقف لعمل شيء وهيرجع وهيرجع الحاجة دي تاني stop ال ing يتوقف للابد يعني مش هيعملها تاني خالص يعني لما اقول لك مثلا بطل تدخين فهقول لك stop to smoke ولا stop smoking لا هقول لك stop smoking تمام لانها عادة وحشة فهنبطلها للابد تمام اا لكن لما انا اقول لك stop to هتوقف ان مش عارف هيعمل ايه وهيرجع يكامل تاني تمام كده يا ولاد يبقى تخلي بالك هي هتعرفها من صيغة الجملة تمام اا غير كده هيجي لك حاجات من اللي بيجي مسلا وراها ing او طول المصدر تمام دي جرامر الوحدة التامنة الجزء اللي هو الاولاني الجزء التاني بقى من الجرامر وهو حاجتين لو دي جاد بنحط دي لو دي طيب يعني ايه مس يعني because ولما لاقي this is because ولما لاقي that's why عكسوهم بقى التانيين اللي هما مين however او never the less يعني ايه مس الكلام ده هنا because of this is because of that's why بيجوراهم سبب يجوراهم سبب اما ده في على اي حال او يعني كده علاوة على ذلك تمام مع ذلك اقصد تمام فدي فيها ايه تناقط تمام كده طيب هو في المدحانة هيجي ايه ايه يجيب لك مسلا بيكوز اللي غلط فتبقى على طول however لكن لو جاد however او never the less هنقف مع بعض بقى ما ينفعش تقول because على طول لان انت عندك this is because او that's why آآ because تيجي في نصف الجملة عادي ما فيش اي مشكلة فيها اما this is because that's why دول بيجو في بداية الجملة التانية عشان كده كربتلك ان قبلهم نقطة وبنبدأ بحرف ايه تمام لما تلاقي ان هو مدي لك سبب يبقى هتجيب اي واحدة من دول مد تناقض يبقى هنجيب واحدة من دول تمام لو جاء قالك واحدة من دول هي اللي غلط فانت هتجيب واحدة من دول لكن لو جاب لي واحدة من دول يبقى هشوف بقى مين بدأ بيج جملة this is because ولا that's why دي معناها لهذا السبب وده عشان كزا وده عشان كزا تمام بس ده الجزء التاني من الجرامر بتاع الوحدة التامنة نشوف بقى الجرامر بتاع الوحدة التاسعة. جرامر الوحدة التاسعة يا ولادة هنفضل في نفس الصفحة دي ليه? لان احنا هنرجع لقاعدة F. الله يا مس هي هي? لا. احنا هنا قلنا قاعدة F بنجيب F وين في اول الجملة بعدها بيكون مدارع بسيط الناحية التانية ولول مصدر. انا بقى هعمل ايه? هناخد F وين دي. اهي. هنبدأ ب F او وين. هجيب وراها ماضي بسيط. ودي الحالة التانية. الحالة التانية من F. الناحية التانية بقى بدل ما هي ويل هتكون ود او كود او مايت. ويه التلاتة اللازم يجب وراهم الفاعل في المصدر. تمام? ايه بقى الفرق ما بين دي وما بين دي? ان الاولى اللي هي الحالة الاولى كان احتمال يحصل بس في المستقبل. لكن دي والله لو كنت عملت كزا في الماضي كان هيحصل كزا يعني. لو كنت ذكرته كنت هتنجح. تمام? طيب. هنا بقى عندنا اللي الماضي البسيط يتكون من ايه? من الفعل المنتظم بنحط له دي او ايدي او ايدي او فعلا غير منتظم وده بنحفظه. وبين في بديد انت والايه والمصدر. لما لاقي ان الجملة عندي هنا ماضي بسيط يبقى الناحية التانية تختار وود او كود او ميت والمصدر. تمام? طيب هفرع زي ما بين وود او كود او ميت دي مش مشكلة. هو في الامتحان ممكن يجيب لك ايه فوينه ومعه ماضي بسيط. وبدل ما هي اه وود يخليها ويل. بدل ما هي كود يخليها كان. بدل ما هي ميت يخليها مي. تمام? فانت هتجيب الماضي منه. سهلة يعني. ما فيش تفرقة ما بينهم اوية. هي دي بس القدرة ودي الاحتمالية. اه ما يعني مش هتيجي في الامتحان اللي هو يقولك القدرة كزا والاحتمالية كزا. لا. تمام? هو بس اللي ممكن ييجي فيها ان هو بدل ما يكتب لك الماضي منهم. طبعا مش يكتب لك المضارع. فانت تحول على طول الماضي. تمام? يبقى انا عندي هنا لما لقي ماضي يبقى وودة وكودة وميت. طب لو لقيت مضارع. لا بقى هنرجع للحالة الايه? الاولى. فاقوله ويل والمصدر. تمام? طيب زي ما نفيت ويلفو انفيدية. بدل ما هي وود هتكون وودنت وكودنت وميت نوت. تمام? وبرده وراهم الفعل في المصدر. ولو عايز انا فيه هنا بنقول ديدنت والفعل في المصدر. تمام? سيب يا جباة من الاستخدام بتاعهم الاستخدام مش عارف احتمالية في الماضي وكده. ولي يجي مكانها القدرة ومش القدرة. ما تزوغش نفسك. انت دلوقتي عندك اف او وين? جاء وراها. ماضي بسيط يبقى الناحة التانية وودة وكودة وميت. تمام? جاءت مضارع بسيط اس او اس او فعلة في المصدر يبقى الناحة وتدور كتير فيها لان هي سهلة. بس بتشوف الزمن اللي موجود ايه? ماضي ولا مضارع? ماضي يبقى وده وكده وميت. مضارع يبقى ولو المصدر. لو جاب لك الناحة التانية ولو المصدر يبقى مضارع بسيط. ود يبقى ماضي بسيط. تمام? ما هم دول في الماضي. وده وكده او ميت دول ماضي. فيجي معهم الماضي البسيط. اما ولدية معناها سوف مستقبل فيجي معها المضارع البسيط. تمام كده يا ولاد? بس ده جرامر الوحدة التسعة. تعال بروح لجرامر الوحدة العشرة عشان مهمة اوي اوي اوي. بص يا سنة تالتة. الوحدة العشرة دي اكتر وحدة بيجي منها جرامر في الامتحانات. فتركز فيها كويس جدا. ليه يا مثل? لان فيها اربع ازمنة مختلفين. اربع ازمنة اه وروابط. تمام? فعندك ايه? الدنيا مليانة شوية في الوحدة ركب عشر. ركز معي عشان هقسمك الصفحة وهنجيبهم بطريقة حلوة جدا جدا. اول حاجة عندنا هنا اللي هو المضارع التام. هناخد نفس الزمن هنختصرهم يعني هي عشان ما تقولش بس خلاص. طيب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده? تعال اشوف كده التكوين بتاعهم. البرزن بيرفكت يتكون من هاف او هاز زائد البي بي. خلاص اهو مضارع ولازم يكون تامي بقى البي بي. الهاف تيجي مع مين? مع الجامع ومعهم الاي والهاز تيجي مع المفرد. خلاص? طيب لما حبا فيهم هقول هافنت او هازنت ما فيش اي مشكلة. والتصريف التالت. ولو سهل بهاف او هاز بنجو بي اس او نو. طيب عايزين ناخد نفس الزمن نحطه مع البرزن بيرفكت كونتينوز. هنبدأ برضو بالفعل بعد هاف او هاز وبعدين بن وبعدين الاي ان جي. يا نهرب يد يا مساعة الزمن ده. اه? زمن طويل فيه ثلاث ازمنة في بعض. عندنا هاف او هاز زي ما اتفقنا هنا هاف للجامع هاز بن مفرد وبعدين بن وبعدين الاي ان جي. لانه هو بقى مضارع تم مستمر. فلازم يكون عندي اي ان جي. تمام? برضو لو هنفي اول هاف انت او هازنت وبين والاي ان جي. طيب اه لو سألنا بهاف او هاز هنا او هنا هجاوب بي اس او نو. لو عملنا سؤال بالدابلو ايتش فهنبدأ بادات الاستفهام. وبعدها هاف او هاز زائد الفعل اللي يليق عليهم وبعدين البي بي وباقي الجملة. او باقي السؤال. تمام? الله جل رزي الله. تمام? طيب لما اجي اعمل ده في الناحية التانية بقى في المضارع التام المستمر هابدأ بادات الاستفهام هاف او هاز. والفعل وبعدين بن والاي ان جي. تمام? طيب. امتى بس بستخدم ده? وامتى بستخدم ده? ركز معي. احنا بنستخدم المضارع. جبل بس القلم التاني. احنا بنستخدم المضارع التام. في كزا حاجة. اول حاجة لما يكون حدث في الماضي. ولا زال مستمر. خلاص? او حدث في الماضي ولو اثر في الحاضر. زي مثلا ايدي واسخة ده انا صلحت العجلة. ففي اثر انا صلحت العجلة ايدي وسخين. تمام? تاني حاجة او تالت حاجة. لما يذكر لي عدد المرات. خلي بالك عدد المرات مش الوقت في الماضي. لان هو لو حدد الوقت في الماضي هيبقى ماضي بسيط. هما نقول يستردي اجو تويكس اجو. مش عارف ايه. كده حددت الايه? الوقت. يبقى لا مش كده مش هيكون مضارع التام خالص. تمام? طيب. عندنا بعد كده آآ عدد المرات. يعني ايه عدد المرات? يعني لما اقول مسلا. تلات مرات. تمام? لما اقول مرات كتيرة. ده عدد مرات يبقى ده على طول مضارع ايه? تم. تمام كده يا ولاد? طيب. اما بقى المضارع التام المستمر. اه نسينا نقول الكلمات. ده ليه كلمات ده اللي عليه. غالبا بتيجي مع زمن المضارع التام. زي ايه يا ولاد اللي احنا اخدناه من الترمي الاول? واخته همين? والتلاتة الاخوات. تمام? نقول مكانهم في الجملة فين? اول حاجة. انا عندي بيجو قبل المدة بس قبلها مدة زمنية محددة. مدة زمنية غير محددة. بيجو بعد هفا وهاز. تمام? اه وفي الجملة المثبتة. اما يت تيجي في اخر الجملة المنفية وفي السؤال. سؤال ونفية على طول تبقايات. بتيجي في الاجابة في السؤال بعد هف او هاز. تمام? او بعد الفعل يعني. خلاص كده فهمته? طيب. الباش مهندس ده بقى المضارع التام المستمر. قال لك فيه كلمات ده اللي عليه? اه. طيب ايه الكلمات الده اللي دي? فيه كلمة يعني ما زال. وفيه كلمات كمان وفور. ايه بقى اللغباتة دي يا مس. ما سنسوفر دي مع المضارع التام. هقول لك انا على حاجة. اللي هتبين لك قوي قوي الزمن ده ان هو حدث. اركز معي كده. بدأ. في الماضي. ومستمر في الحاضر. ومكمل في المستقبل. يعني ايه? كميسال. لما نقول هي لسه مخلصتش الوجب بتاعها. هي مثلا لسه بتذاكر ده لسه مخلصتش. يبقى هي كده بدأت في الماضي. ومكملة برضو في الحاضر اهو. ولسه هتكمل في المستقبل. لان هو هنا قال لي هي لسه مخلصتش. معنى كده ان هي لسه هتكمل. يبقى ده هفو هزو بينه. الاي ان جي. لقيت كلمة او مزالة. تمام? برضو دي كلمات ده دل على المضارع التام المستمر. فهمته كده? ادي الفرق ما بين الزمن ده والزمن ده. بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. طيب نروح بقى للزمنين التانيين. في زمن احنا شرحنا. اللي هو تمام? وقلنا بيتكون من حاجتين. يا اما فعل في دي واي دي واي اي دي. يا اما فعل غير منتزم. وده لازم يكون ايه حافظه. تمام? طيب الزمن التاني اللي هو المضارع الماضي التام. يتكون من ايه يا شباب? يتكون من هاد زائد البي بي. تمام? طيب هنا انفي بايه المصدر. هنا انفي بايه وهد التصريف التالت. هنا اسأل واجاوب علي بيساو ناو. هنا اسأل بهادو مع تصريف التالت واجاوب برضو علي بيساو ناو. تمام? طيب ايه الكلمة تدل على ده؟ قال لك روابط. ايه هي بقى الروابط دي? هنكتبهم مع بعض بلون تاني اهو. ركز بقى معي في الروابط اللي احنا هنكتبها دي. عندك افتر وبي فور. برضو الروابط دي عمنا لكم عقدة سنة تالتة معين هقولها لك دلوقتي بطريقة هتحبها جدا. تمام? انا كانوا عندي في الاول ما بيحبوش الروابط خالص اقول روابط يقوله يا ساتر يا رب. لكن بعد كده بادي الدنيا سهلة الحمد لله. عندنا ام افتر وبي فور وباي خلاص. وكلمة باي بس. تمام? بس بيجي بقعدها مدة زمنية وهناخدها دلوقتي عشان هتقولي باي المبني المجهور ولا باي دية هقولك انا دلوقتي. طيب عندنا كمان في رابط اللي هو وهنا هتحصل مشكلة كبيرة انا عارفة. وين بتاع الزمن ده? ولا رابط? ولا هيكون من قاعدة اف? هقولك برضو عليها. طيب عندنا رابط تاني زي تل و تل ودول برضو ليه هم تركيا لازم تكون عارفهم. اشوف بس لو في حاجة تاني. و برضو. اشوف بس الروابط عندنا يا ولاد روابط السون از نسينا نكتبها. از سون از. تمام? دي من الروابط برضو اللي ايه? اخت افتر كده. وبيفورو بايزة تايم وين? تمام? وان تل و تل وبيكوز واز وزاتس واي. بيكوز. واز اللي قدي كده دي وممكن الناس كتير تقراها وتعديها. وكلمة زاتس. واي. طيب. يا ميس الروابط دي كلها انا هاعد احفظ مين اللي بيجي قبلها ومين اللي بيجي بعدها ومن الخلام ده? لأ. انت الروابط هيديك زمن وهتجيب التاني. عطالك ماضي بسيط هتلو الماضي التام. عطالك الماضي التام يبقى هتلو الماضي الايه? البسيط. تمام? سهلة كده? سهلة. يبقى انا اول ما الاقي الروابط من دول في الجملة. يبقى لازم تحفظ الروابط. لازم اول ما تشوف روابط من دول في الجملة. يبقى انت على طول كده هتشتغل على زمنين. الماضي البسيط والماضي التام. اللي هو اه الفعلي في دي واي دي واي دي او غير منتظم او هدو التصريف الايه التالت. تمام? طيب اتركات بقية مثل اللي قلت عليها ركز بقى معي. عشان هي دي اللي بتيجي في الامتحان وبتشقلي بالدنيا. اول واحدة الاختة انتل. واختها تل. دول ما اشتغلوش غير لما يكون قبلوهم ماضي. بسيط منفي. لازم منفي اه. يتم في بيد انت والمصدر يا اما مجوزة انتور انتو يجورهم ايه التصريف التالت او يجورهم صفة. تمام? طيب يبقى انا هنا لازم قابليهم ماضي بسيط منفي. لقيت الماضي البسيط نافي بقى. مش نافي مش عارفين. مهم ان انت لقيت الماضي البسيط يبقى الناحية التانية ماضي ايه تام. خلصت. بس اتركابت عن تل وتل لازم قابليهم ماضي بسيط منفي لازم. طيب قلت انت امس على وين. وين يا باشا. دلوقتي وين بقى لها تلاتة. يا اما قاعدة اف في الحالة الاولى او التانية او رابط. هو في وين هيديك مثال بسيط جدا. هيديك زمن المضارع البسيط. اعطاني مضارع بسيط يبقى دي قاعدة افل. وليه? بقى اجيب الول والمصدر. طيب اعطاني الماضي البسيط يبقى الناحية التانية ود والمصدر. طيب يا مس افر الجاه معيها ماضي بسيط وهو اصلا ما كانش جايب ود او كده وميته والمصدر. يبقى انت بس كان ممكن يحصل في الماضي. يعني لو كان حصل كزا كان يحصل كزا نتيجة للحدث ده في الماضي. يا دي قاعدة اف التانية. فانت هتعرفها من صيغة الجملة او من الكلام. تمام? طيب لقيت ان الجملة مرتبطة ببعض ومسلا لو احنا اه وصلنا بدري كنا. يعني انا اه مسلا مسلا انا قلت عليه لو كنا وصلنا بدري كنا هنلحق القطر. فمحصلتش. فدي نتيجة لدي وكان في الماضي. لو حصل كزا كان يحصل كزا يبقى دي قاعدة اف التانية. يبقى ماضي بسيط وده وكده وميت والفعل في المصدر. اما بقى لو جاء قالك مثلا ايه? ده احنا وصلنا المحطة من هنا والقطر ماشي من هنا. يبقى دي رابط على طول. فهمته? يبقى كده وين حلنا المشكلة بتاعتها? بس تركز في الجملة. طيب عندنا باي و بي فور. ركز فيهم قوي. باي و بي فور. اهم. لو قلتلك بيجوا آم آآ بعضهم مدة زمنية. الاتنين دول لو جات مدة زمنية او حاجة محددة يعني الناحية التانية بتكون هاد زائد البي بي. اللي هو الماضي الايه التام. يعني مثلا باي مثلا بحلول اي سنة باجا او بفور كزا قبل كزا. بس طبعا ايه? اه حاجة في الماضي. يعني اقولك باي مسلا توين توين ايه? بحلول صنعة عشرين عشرين. مش عارف ايه اللي حصل. تمام? او يجي بمسلا حدث في الماضي. اه قبل عيد الملاد الاخير بتاعي. مش عارفة في حفل الزفاف الماضي. تمام? المهم ان هي في مدة زمنية. او حاجة ايه محددة. اول ما تلاقيه كده يبقى هدو التصريف الايه التاني. التالت. طيب نسيت بس الحاجة في قاعدة اف انا لقيت الورا قدام فافتكرتها. قاعدة اف اللي هي دي. في الحالة التانية كان فيها حاجة مهمة جدا جدا. بيقول لي حتة كده اف اي وير يو. لو انا كنت مكانك. الناحية التانية هتقول يو وتختار اي حاجة من دول. اف اي وير يو يعني لو كنت مكانك كنت هعمل كزا. تمام? يا مست ازاي اي واخدى معها وير هي كده. ما احنا عارف ان الاي بتاخد وصف الماضي. لا. قالك هنا الاي هتاخد وير. لان ده تعبير على بعضي. اف اي وير يو. خلي بالك ان هي ممكن تجي لك. يحوش الوير ويخط لك وانتصرف بقى. الفيرب تو بي طبعا اما وزا وزا وار. بس دي قعدة اف وهنا هتلاقي وضا وكده وميت. يبقى قعدة اف التانية. يبقى اف اي وار يو. وتكمل انت ايه بوضا وكده وميت. تمام? دي اللي كنت هنساها مع ان كنت فاكرها في الشرف. بس الحمد لله افتكرتها دلوقتي. طيب يبقى احنا كده الاربع عزمنا بقوا سهلين جدا جدا معانا. بس تخلي بالك من التركات اللي انا قلتلك عليها في الروابط. لان از دي حاجة زي از دي ممكن تجي في نص الجملة. واروح انا معديها وانا بارس السؤال بتاعي كده. ما ينفعش. الحاجات اللي احنا بنقولها دي تركاته مهمة جدا وهي دي اللي بتيجي في الامتحان الحاجات الصغيرة دي وفي الناس كتير بتغلط فيها. يبقى انا دلوقتي اعراجتها في اقرق ما بين الاربع آآ آآ ازمنا بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. تمام? طيب نشوف بقى الوحدة الحداشر. بص يا ولد هنبدأ بالوحدة الاتناشر وبعدين هنسيب الحداشر في الاخر عشان بس عايزة ايه شرحي كتير. دي هنختصرها في سوئاني. احنا عندنا الوحدة الاتناشر بتتكلم على المستقبل اللي هو وال والاي والمصدر وده احنا شرحناه وقلنا ممكن ننفيها بوانت والاي والمصدر. بس الدنيا مش سهل قوي كده احنا تلتعبا دي. تمام? فهتكون ازاي بقى? هو هنا بيقول لك طبعا الكلمات تدل على المستقبل ده اللي هي هوب وثينك وميبي وبروميز وعندنا كمان كلمات زي السنة الجاية. وامده بستخدم لما لاقي عرض او طلب او حقاق مستقبلية. تمام? كل الحاجات دي بختار او قرار سريع انا مش مخطط له تنبؤ من غير دليل. يبقى كل ده بستخدم فيه وال والاي والمصدر. بس والمصدر هناخد لها جزئية اللي هي تعبير عن القدرة بس في المستقبل. هتبدأ تعمل ايه? هتبدأ تقول خلاص? وبعدين بي مصدر ايه? وبعدين ايبل تو. هيك برضو وراها مصدر. يبقى دي التعبير عن القدرة في الايه? في المستقبل. يبقى كذا. مش هيكون قدرة عليه. تمام? وبرضو دي حاجة في المستقبل لان انت عندك فهتلاقي برضو كلمة دلة زي وكده. بس ده التعبير ده لازم تخلي بالك منه. احنا قلنا يجوارها مصدر اهيه. ويجوارها ايه? مصدر. فدي تعبير على بعضي. وال والمصدر بس ايه? وال او النات قصدي يجوارها مصدر. تمام? نيجي بها للواحدة الحداشر هي بتتكلم عن الكلام المنقول. هو طبعا نشرح الماضي البسيط فاحنا الماضي البسيط خلص شرحنا كتير. بعدين الكلام الغير مباشر. الكلام الغير مباشر يا ولاد بنبدأ بالايه? بالفعل. وبعدين فعل القول. وفعل القول ده حاجات كتير جدا لما نقول او 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 كل الحاجات دي من افعال القول. بعدها بنكتب او ممكن نستبعدها عادي. وبعدين بقى اركز معايا. لو الجملة مضارع بنحولها لماضي. طيب لو هي ماضي بتحول لماضي اللي هو ماضي يعني او ماضي تم. تمام? ليه? لان انا بقول مثلا اه المس النهاردة شرحت الجرامر كله. فانت لما تروح تقابل صاحبك هتقوله ايه? ده المس شرحت الجرامر كله. فانت الكلام دلوقتي اه مباشر. لكن لما تيجي تنقوله هيبقى في الماضي لان الحاجة دي حصلت وخلصت. تمام? يبقى تخلي بالك من التحولات. يعني ناخد مثال ونحوله. لو قلنا مثلا علي سيز. اي لايك. مسال بسيط جدا هو. ده طبعا كلام مباشر لان في ايه على مطين التنصيص. عايزين نحول بقى الكلام غير مباشر. تعال يا عم علي هنا. علي. ونقول سيز. عادي السيز تفضل زي ما هي سيز او سيي وهكزا. تبدأ تربط بزات وممكن تستبعدها. اللي اي لازم تتحول هي. لان هو هنا مع علي بيقول انا بحب السمك. لكن احنا لما نيجي نقول الكلام فهنقول علي قال ان هو خلاص يبقى الاي هنا عندك علم بتتحول يا هي اشي على حسب اللي بتكلم علي ولد فهي لو بنت فكنا هنقول شي ولايك هنا مضارع فهنحولها ماضي وبعد ما فيش تنزل زي ما هي تمام يبقى انا دلوقتي حولت الجملة بالمضارع لايه لماضي طيب فعل القول ده يمس ليه تركات كتير ايه تركات بتاعته لو سي او سز تمام او سد بيفضلوا زي ما هم خلاص طيب المشكلة في ايه بقى ان لو تكتب وراهم تو ان لو تكتب وراهم تو سي لو حطينا تو فهتلاقي ان سي دي او سز او سد هتتحول خالص لو لقينا سي تو فهتتحول تبقى تيل خلاص لو لانها سيز تو هتتحول تيلز لو لانها سي تو هتتحول خلاص زي ما هي مضارع اهي ماضي اهي خلاص لو لقيت تو ما لقيتش ده هتنزلها زي ما هي وهو هنا لما بيقول لك سي بيجيب برضو وراها اسم تاني هنا يعني مسلا علي سيز تو مسلا اه مونا فهنقول هنا نحولها ازاي هنقول علي تيلز مونا لان تيلز هنا بقى مش هتجيب وراها تو لان سي سي وطو هيترو مع بعض ونحول مكانها نحط مكانها فعل القول ده تمام فيهمته كده يبقى الكلام الغير مباشر بتحول على طول في الماضي طب هتعرف من ان هو كلام غير مباشر مفيش علامة تنصيص هنا تمام يبقى ده كلام غير مباشر ممكن تلاقي ذات وممكن ما تلاقيهاش المهم ان انت هتلاقي ايه يعني ايه فعل القول كده فانت هتفى من ده كلام ايه غير مباشر تمام كده يا ولاد. بس طبعا الكلام غير مباشر فيه تركات كتير جدا والتركات دي هتلاقيها عندك في الكتاب. احنا مش هنكتبها بقى عشان وقت الفيديو. فهجيب لك مثلا الكتاب وبص معايا. عشان تعرف بس ان الجملة دي مضارع ولا ماضي. عشان في شوية كلمات لو في المضارع او في الماضي لازم تحولهم. خلاص لازم تحولهم. من الكلمات اللي لازم نحولها زي الاي مثلا نحولها اهي وشي وفيه مفعول وهكذا. بصوا معايا كده. عندك هنا في الكتاب صفحة مئتين تلاتة واربعين في الملخص الجديد. هنا لما تلاقي مثلا اي اهي هتحولها ايه يا هيشي. اليو اي اوي. الوي ذاي. لان احنا بنقول نحن لما نيجي بقى نقول هنقول هم. طيب. المي هم او هير. اليو مي او اس. الاس ذيم. المي هزا او هير. واليور ماي او اول والاور ذير. تمام? المهمة بقى في الكلمات اللي جاية دي. هي دي بقى اللي ايه المهمة. طيب بيقول لك هنا ان this تبقى that. with these those. with here there. تمام? دول سهلين جدا. المشكلة بقى في دول. لو جات كلمة today فانعرفت ان ده مباشر. اما that day غير مباشر. خلاص tomorrow هتبقى the following day في الغير مباشر. yesterday the day before. the last week the week before. طيب tonight that night now then I go before. تمام? فهمتو كده? طيب هنا بقى بيقول لك ايه? لو الجملة هنا في المضارع فانت المضارع بسيط هتحول ماضي بسيط. تمام? لو في المضارع المستمر هتحول لماضي مستمر نفس الزمن بس في الماضي بدأ الام وزوار والفعل في اي نجي? لا تبقى وزوار والفعل في اي نجي. طب لو هي ماضي يا مس قالك هتحول لماضي ايه تام? يعني هنا بيقول هنا تحولت ايه? هي هاد لان هنا ماضي. فبعد هاد والتصريف الايه التالت. تمام? فهمتو كده? طيب. اه في برضو هنا لو قال لك ان هنا مضارع اه بسيطة اللي هو المضارع التام الهاد والهاد والتصريف التالت هتحول انت لايه لماضي تام? هاد والتصريف التالت. تمام? في بقى افعال اللي هي كان بتحولها على طول والكلام ده احنا سعيلينه من شوية. بس في كام تركاية هم تلاتة. التلاتة دول يا مس تخلي بالك من هم قوي عشان مهمين. ايه التلات تركات دولة? بص معايا. فعلي القول فعلي القول ده. آآ زمن الجملة ما يتغيرش قصدي في تلات حاجات. الزمن ما يتغيرش في تلات حاجات. اول حاجة لما ما يتكلم على حقائق. زي مسلا الاسد بيأكل الايه اللحمة? مش ده حقيقة? يبقى هنا الزمن مش هيتغير. يعني الجملة تنزل زي ما هي اه. تمام? هنا ماشي ما فيش مشكلة. تمام? تاني حاجة. لو الكلام حاصل لحظة من لحظة قليلة. يعني مثلا ايه? يعني الكلام حاصل دلوقتي. يبقى الزمن هيفضل زي ما هو. لو مضارع بسيط هتنزل الجملة مضارع بسيط بس تغير بقى مع اي وي وزي فعل في المصدر. لو هتنزل تحت الاي هي. يبقى هتخلي مع هي وشو ات فعل في اس او اس او اس. تمام? لما تلاقي ايه? اه يبقى دلوقتي الكلام حاصل دلوقتي. يبقى هتخلي الزمن زي ما هو. اه لما نلاقي فعل قول ساي او سز. خلاص. الزمن برضو يفضل زي ما هو. لو جينا وسطنا هنا. انا بقى اللي انسيتي هنا واطلقبطت فيها. هنا سز. حلو ان احنا اطلقبطنا فيه عشان نصحح. الحمد لله كل حاجة جاية مصلحة. طيب علي سز. المفروض ان هنا عندي سز. فالزمن هنا مضارع بسيط. فينزل زي ما هو مضارع بسيط. طب تعالي نحول بقى. هنقول عالي سز زات الاي هتتحول هي ما فيش مشكلة. اللايك بقى هتبقى لايكس. تمام? ليه? لان هنا مضارع بسيط بقى مضارع بسيط عادة. هو ما فيش مشكلة. تمام? بس كده. لكن هنا لو فعل القول سيد فانت هتخليها اللايك زي ما انا كنت سايباها. تمام كده يا ولاد? يبقى الزمن. الزمن لا يتغير مع دول. خلاص مع لما اتكلم على حقائق فعلا. ولما اول جاست ناو. الكلام حاصل دلوقتي ولما لقى فعلا قول سي اوسز. فهمتو كده? بس ده كل الجرامر بتاعنا النهاردة معلش بقى الفيديو ايه? عدل تلاتين ديارة بس معلش انتم الجرامر متحكوه كتير. هنعمل ايه مش هنفع نختصر اكتر من كده. تمام كده يا ولان? انتظروا بقى الفيديو اللي جاية ان شاء الله هيكون فيه البراجرافات المتوقعة بازن الرحمن. آآ اتمنى النهاردة تشوفوا الفيديو ده. تروحوا فين? تقعد تذكروا. ما فيش ولا ايه حاجة ضيع من ايدكم في الجرامر ده ابدا ابدا تذكر فيه مرة واتنين وتلاتة وكل يوم تبص فيه. فيه حاجة وافت معاك او انت مش فهمها اقول لي يا ميس انا مش فهم دي. وانا آآ بشرح البراجرافات هقولك اني مثلا فلاني فلاني كتب للكومنت قال لي يا ميس انا مش فهم دي وهعدها لك تاني. بس لازم تذاكر. لازم تذاكر. ولازم تخلي لك من التركات اللي انا قلت لك عليها. خد الصورة وخلاها عندك على تليفونك عشان ايه مش كلها وشوية تفتح الفيديو والنت وكده اخدها سكرينات واقعد ذاكرها من التليفون. تمام? بس آآ عايزين اي حاجة بتقول في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. وهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.